يبدو أن ضعف التداولات في سوق دبي في النصف الأول من هذا العام كانت قد أثرت بشكل التراجع الذي رأيناه على نتائج الأعمال التي جاءت في الربع الثاني وأيضا تأثيرها على مسار التداولات في النصف الأول من 2016 لنبدأ بداية فيما يتعلق بتطور الأرباح كما رأينا بالنسبة للسنوات المقارنة النصف الأول من 2013 كنا أقل من حوالي المليون درهم عادت هذه الأرباح لتتطور بشكل قوي في 2014 وصولا إلى ال467 مليون درهم ولتتراجع أيضا في النصف الأول من 2015 بالمقارنة مع الفترة المقابلة من 2014 ولكن يبدو أن هناك أيضا تزايد في عملية الضغوط على هذه الأرباح في النصف الأول من 2016 والتراجع مع الفترة المقابلة بحدود الثلاثين في المئة وعدنا أيضا إلى مستويات حتى قريبة من 140 مليون درهم بالنسبة لأسباب هذه التراجعات بالدرجة الأولى هو مخصص انخفاض قيمة الودائع الاستثمارية إذن هذا المخصص كان قد سجل 226 مليون درهم مع غيابه في الفترة المقابلة من 2015 على مستوى أيضا رسوم عمولات التداولات أيضا هناك تراجع بحدود الاثنين وثلاثين في المئة باعتبار هذه الشركة تعتمد بنشاطها التشغيل إذن على هذه الرسوم وقيمة التداولات أو حتى كمية التداولات المتراجعة أثرت بشكل واضح على هذا البلد لنعود أيضا إلى توزيع إرادات هذه الشركة التداول والمقاصة ولذلك عندما رأينا أن رسوم عمولات التداول متراجعة بـ 32% باعتبار أن التداول والمقاصة يشكل 31% 81% من إرادات هذه الشركة الاستثمار يشكل فقط 19% لكن إرادات هذه الشركة أيضا سجلت تراجعات بـ 22% التغير إذن وصل إلى 227 مليون درهم بعد أن كان في النصف الأول من 2015 2292 مليون و600 ألف درهم ماذا أيضا عن الأداء بالنسبة لأحجام التداولات الأحجام كانت قد سجلت تراجع بـ 12% عدد الصفقات أيضا سجلت تراجع في سوق دبي في النصف الأول بـ 25% على مستوى أيضا قيم التداولات أيضا سجلت تراجعات بـ 32% كلها كانت عوامل سلبية أثرت على وضع التداول على هذه الشركة أو حتى على نتائج أعمالها النصفية بالنسبة لأهم منجزات هذه الشركة تنظيم مؤتمر المستثمرين العالمين لأنه سوف يؤدي إلى تعمل في لندن هذا مهم باعتبار أنه سيجذب استثمارات لتعزيزها في سوق دبي إدراج أيضا وحدات لصندوق المؤشرات المتداولة وهو سوف يعطي أداة استثمارية بديلة إضافة للإعداد لإنشاء مقر جديد وذكي وأيضا السوق قد حصل السوق دبي أو الـ DFM حصلت على أرض قيمتها 231 مليون درهم لهذا الغرض إذن هذا فيما يتعلق بتبعات الضعف في قيم التداولات وأحجامها وتأثيرها السلبي على نتائج أعمال الـ DFM ترجمة نانسي قنقر